اليوم انا عندي لك طلب بسيط جدا امرني يا سيد قول لي ويش طلبك؟ طلب اليك اليوم انك تروح وتنظف غرفتك ليش نظف غرفتي وغرفتي نظيفة؟ يا حبيبي انا قلت لك روح ونظف غرفتك يلا بقوم انظف غرفتي ما ادري اشي سالفة بالضبط الجماعة لعبتنا اليوم اسمها Just clean your room يعني وبساطة روح ونظف غرفتك ولعبتنا اليوم تعتبر لعبة رعب لهذا يا جماعة لا تسلزروا لايك تتركوا معنا في القناة في عزر التنبيهات وهذا اللعبة قدامنا وانا جدا متحمس اني ألعب اللعبة هذي خلنا نضغط بليه ونشوف مع بعض كيف اللعبة يعني انا شوف الناس بتحمسين معاها فممكن تكون رهيبة حبيبي يذكرون الباب شوي شوي ما تخوفنا بالطريقة هذي المهم واضح هنا نص الليل يشي يتحرك في شي يمين يتحرك اطلعت جوالي جوالي في كلام بس ما يبين وش اللغة الغريبة هذي والله الى الامانة انا مادر يش مكتوب بس الظاهر له غريبة واضح هنا رسالة من امي تقول لي سيد نظف غرفتك فانزين انا حين حابلنا اطلع برة بس يو سوتر انا اقول في اشياء تحرك الغرفة حقتي وضعها تعبان لمهم خلنا اخذ الجاكيت حقنا انزين بعد ما اخذت الجاكيت حقيا انا المفروض ان اطلع برة فانزين يا حبيبي حتى الملابس مع القناة مع الباب وش البيت الخربان هذا المهم الحين المفروض راح نطلع من البيت انا مادر من رسالي رسالة كانت بلوغ غريبة ما فهمتش سالفة الرسالة ديك بس الكلام اللي حين مكتوب بالانجليزي انزين الحين انا محتاج ان اروح اخذ الفلوس حقتي من البنك هو روح بابحثني عن اي صراف آلي اوكي هذا صراف آلي 24 ساعة بناخذ بنسحب منه الفلوس حقتنا وبنشوف وش الوضع فنفتح الباب وندخل لش لش اللي يكرم لكم كاننا حمام ماادري كم فلوسي الازم او شي احط البطاقة حقتي بعد ما حطيت البطاقة حقتي انزين احتاج انا احط الباسوارد حق البطاقة اله واحد واحد اربعة ثمانية سبعة سبعة يا ساتر والله باس واردك طويل انزين الحين وش الخطة اللي الجماعة الخطة هي ان انا اسحب فلوس فنضغط على طول هاي ونسحب مئتين المفروض اثنين ما في صفر صفر وين هاي صفر يعني اوكي اه اوكي هذا صفر حلو بعد صفر 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 حلو هذا المبلغ بوم عطني فلوس يا حبيبي اوكي اكبر بني يعد الجهاز والحين المفروض تطلع فلوسنا اوكي لازبوا هاي الفلوس حقتنا وهذه بطاقتنا فالحين خلاص الحين محتاج ان انا اروح يا جماعة واتعشة فبتعشة من وين اروح وين بالضبط الممعلنها خلنا نحاول نبحث عن مكان اتعشة فيه اوكي ما زلت قاعدة امشي مكمل طريقي ورايح يا جماعة للمطعم ففي عندنا مطعم موجوديني بعد يفتح 25 ساعة شو مفتح 25 ساعة ما ادري ومطعم والسوبر ماركت هاي سوبر ماركت مو مطعم خلنا نشوف دي السلام عليكم ما في حال احتاج الى اسناكات فخلنا نروح ندولنا يا جماعة اسناكات ناكلهم مثلا هذا اول شي اه وش ناخذ بعد نقدر نحنا ننوع يعني ننوع ناخذ من هذا نحتاج اربعة اشياء اخذنا خلنا اخذ من هذا اه ثلاثة وهذا اربعة اربعة اشياء والحين نروح للكاشير اللي انا ماادر هو وين كاشير الو كاشير ما اشوفك الحين يا جماعة بحساس ان انا اطلع على طول واروح اشوف المطعم وشكل المطعم هذا هو المكان اللي قدامنا يا جماعة خلنا نشوف وش وضعهم وعدهم اهني المينيو هلو والله دقيقة افتح المينيو يا حبيبي وش ناكل من عدهم والله شكله يا اخوان عدهم لحم صاح انزين احتاج ان اطلب شي واحد من هذيلا انا الصراحة ما ادري شنو هذيلا فخنا ناخذ اغلى واحد ننتظر على ما الاكل يستوي طبعا مطعم فتنتظر الاكل حقك ممكن يستوي في اي وقت فجهز الاكل حقنا هذا هو اخذ على طول الجماعة فالحين محتاج ان انا ارجع للبيت حقي فبرجع من نفس الطريقي اللي انا جيت منه اللي رحنا فيه للأي تي ام قبل شوي صراف الالي بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي يصنع صوات شوي شوي فره جعت البيت هلو والله احلى تكة يا جماعة اكل روح يا حبيبي استمتع اكلنا التكة على طول بس يا اخوان خلوا عنكم قاعد طالع يوتيوب هذا منو حبيبي حطني انا المهم خلني نضغط على هذا ناكل ونستمتع اكل 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 يا حبيبي روح لمتى بعد اكلت اه صح cنا ما اکدي اربع سناكات ابتدري اکلهم واحد ورد ثانية اكلنا تقريبا ثلاثة باقي هذا المفروض اخر سناك من السناكاتondersنا طلبناها الحين مساطر يارب جماعة صرصورة بهالحجم اسال يا رب جماعة صراصيد اتخوف اكثر من الوحوش اللي موجودين في الالعاب Just clean your room أتوقع أن هذه مقدمة اللعبة سيد نظف غرفتك سيد نظف غرفتك طلعا لك سراصير أحجامهم أحجام قطط بسم الله مفروض نحن ابتلينا حين موضوع التنظيف فحين وقت التنظيف فلتلاحظون حين عدنا على اليسار الأشياء لازم ننظفهم فأول شيء يابونا ننظف الكرسي دقيقة وسخلنا ندخل لغرفتنا يا ساتر والله غرفتي وضعها سيئة أول شيء الكرسي هذا الكرسي رجعناه طبعا مكانه وما دعي نظفه إلا رجع مكانه توقع رجع مكانه شيء ثاني نرتب الأشياء اللي موجودة وش تاسم نسوي أضغط لا ناخذ الكتب أتوقع ونحطهم فوق بعض هذا اللي بعده هات الكتاب اللي بعده خلنا نحطه هنا شيء ثاني هذا أش يسوي فيه هذا الحين بعدين نتوقع هذا توقع نجر ناخذها ونرتبها حط هذه مكانها هذي لبعدهم مش يقول معلاء معلاء هذا بعدين من نتفهم إياهم المهم الحين بعد هذا يا جماعة نحتاج أن نحن نرتب السرير حقلي لازم يترتب شيء ثاني هذي لازم ينشالون ويروحون الله يكرمكم للقمامة هذي القمامة حط الأولى لا دقيقة أشيل حطه هنا داخل هاته الثانية حطه هنا داخل مش كأنه ما يخبرني لما شيء نرتبته خلاص ما يخبرني هذا لازم أشيله أول ونشيل الصحون نحطهم مثل ما قال قبل شوي هاته الصحن اللي بعد بعد فيه شيء ثاني خلنا نشوف حاليا ما أشوف هنا شيء ثاني فهذي لاتوقع أننا نوديهم للمطبخ أوكي صاح والله ما إذا صاح ولا لا بس لم نحطيت هذي لحالين هنا نحتاج أن نحن نشيل الغبار اللي موجود في الأرض فبشيله كامل ما شاء الله صار محاكي تنظيف بس صراحة ما درج رح يصير المفروض أن اللعبها رعب يعني غير موضوع الصرصورة طلع قبل شوي ممكن يطعنا شيء ثاني إلا ما إحنا خلنا نحاول ننظف وحنحاول ننظف وننخلص من الموضوع شيء للي بعده وخلنا نروح بعد لهذا المفروض وبعدها خلاص ننظفت كل شيء هنا صح خلنا رح تأكد بره إذا فيه بعد أوصاق هنا تتنظف آه أوكي هنا خلاص خلاص من السالفة تحت فيه أشياء جماعة تحت فيه سناكات تحت السرير أقدر عدل هذا لا ما نقدر نعدله بس نقدر نعدل المخدات هذي لازم نشيلهم ونوديهم هنا يا عمي هنا تتعلقهم حطنهم هناك ليش نجيب اللي بعدها بعد وباقي آخر وحدة ونخلص من الملابس هذي لها حطيناهم كلهم في شيء تحت السرير خلاص الله الرحمن الرحيم ليش خفت ما أدري خوفني المهم أحتاج أرجع أطلعهم كلهم طلع هذه طلع اللي هناك طلع اللي بعدها حلو باقي آخر ثنتين حلو يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب عمي يعني غصوا بتفضحوننا نخاف من صراصير بس يا ساتر يا ساتر ما سو الحين المسحون ما هذه والله مستحيل صراصير المسحون أوكي يلا نمشي 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 يا جماعة المهم سكر الباق سكر الباق دقائق خلنا ناخذ هذي لكلهم ونحطهم داخل حلو باقي شنو باقي هذي وباقي بعد عدن أوه باقي كثير يا جماعة ما علي خلنا نشيلهم ونحطهم هذي قبل الأخيرة وباقي واحدة بس عندي إحساسنا بيصير شيء الحين في شيء بيصير الحين ما أنها آخر واحدة نشيلها هلا يستر تكفون خلوني في حالي أوكي نظفنا كامل وش الحين المهمة اللي بعدها خلاص اروحوا يا جماعة واستحم فالحين وش الصوت اللي سمعتوني ما صوت غريب شكل هذا الحمام الباب ورجي حق حمامنا يا خيلة صواتي شوي شوي ليش كدنا قاعد نضارب مع بعض المهم قاعد نستحم الحين أبي ما در تخلص خلاص خلصنا ما صارت استحم هذه أخيرا خلصنا بعد الاستحمام الحين أحتاج أن أروح لغرفتي بس أحتاج أن أضغط سبيس أتوقع بالطريقة هذه نزين وبعدين آه فأمي قالت أننا لازم نأخذ الأشياء اللي المبللة أخذ هذه وحطها هني المفروض ياب حطيناها مثل ما قالت أمي لازم أسوي والحين أحتاج أن أنا أنام خلاص بعد ما نظفنا الغرفة وخلصنا من الموضوع فنروح الحمد لله ننسجح ونعدي قاعد تابع اليوتيوب جماعة ممنتج حطنا هنا حط مقطعي لا تحط مقطع حط ثاني خلنا تابع نفسي لهم قاعد أتابع جماعة المقطع ومستمتع يا السلام أوكي أحاس بزير شيء ما أدري ليش سيد لا تركز سيد لا تركز أوكي قاعد أتابع وأنا قاعد أتابع وخلاص نمت الحمد لله صارت الساعة 10 و 45 دقيقة الليل شو بيصير في الوقت هذا ليش بصحة وش اللي بيصحيني في الوقت هذا المهم المفروض أني صحيت صحيت قاعد أكمل يا حبيبي شو المقطع الطويل هذا والله يا سيد روح للطريق والله إخوان شكل المقطع هذا جدا جدا طويل ما زلت قاعد أتابع المقطع نص الليل وفي أحد طق الباب علينا منه منه ممكن يكون طق الباب قمت فدحت الباب ألو وجده والمفروض أن الحمام يكون هنا ألو لا لا باب غرفتي وين راح باب غرفتي وين راح هذا اللي ما حسبت حسابه وش ده أنا وين قاعد أروح تكفون تكفون طريق 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 مسدود يا جماعة الطريق مسكر شو يعني أرجع شكي لازم أرجع يا أخوان الله يس أوه طلع علي باب جديد غرفتي الشكله مون غرفتي بيدخلني مكان مظلم تكا لا تكا وموجود وموجود صرصور شوني يعني أيوه وش ده ماذا تقصدون يا أخوان أنا أخذ هذا وناليداء ليش قاعد أتعلم يعلموني نظف شنو وراي صرصور وراي صرصور يا جماعة أركض 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 بسرعة أزوي أزوي أه صرصور لحقني اللي بعد اللي بعد شلون شلون بسرعة لازم أكسر لازم أضغط كل شيء في الدنيا المون كسرناها أركض 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 هاي بعاد هذي بعاد أكسر 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 أكمل طريقك كمل طريقك يا حبيبي ووووه شلي صار شلي صار شكل يا جماعة طحت في مكان ثاني ايوه قول غيرها قول غيرها تكفى قول غيرها اغيره طالع هذا شنو اه هذا شنو نظف اخوان والله ما تسوى علي شنو سهل سبيس سبيس شعن نقدر نهرب حلو حبل لش في حبل هني حتى توقع يقول حبل حبل ثاني ما ادري بس طلع طلعت اضاءة فيه عندنا ما مره هني والله يا ساتر اضاءة قوي حبل بعد حبيبي علمني شي استنتجت كل حبال جماعة انا قاعد احاول مع الحبل يعني شلي صار بالضبط كان حدا حين قا يقول حبل شكرا انا ضغطت سبعين مرة على الحبل ايوه يا عمي والله ما تسوى علي نظفت الغرفة قبل شوي سالة شو جوالك احتاج اننا ننظف الاشياء هذي اوكي اوكي دقيقة ما علي خلاص تعودنا على سالف التنظيف ناخذ اول واحد نجيب هني ونبتري ننظف يا جماعة لازم ننظفهم ورجعهم مكانهم ها هاي رسالة من امي بس شي الموضوع والله يا جماعة انا ما ادري خلنا حاول بس دقيقة اوشي اجيبهم خلنا نقربهم منه عشان نجر نحن ننظفهم بشكل سريع يعني راح اخذهم واحد وراء الثاني وتالي معنا المفروض ان يصير نحن ناخذهم كلهم مع بعض مرة واحدة بيسرع علينا شوي الشغل بس عادي خلنا ناخذهم يلا خلنا ابتلي على طول التنظيف واحد وراء الثاني هذا اول واحد وهذا ثاني واحد خلنا نقول ناخذه ونجيبه اهني اوكي حلو ونروح للصحنة اللي بعده وخلصنا منه وننظف بعد الكوب وبيتم علينا كوب واحد بس خلنا ننظفه بعد اه اساتر يا رب او ماي جا ماي خلي نسكت شوي خلي شوي نسكت ننظف اساتر شي اللي صار اه اوكي يقولوا ان هذا كان اسوأ كابوس في حياته خلاص خلصنا كل شيء تمام يقولنا احين عطشان عطشان ثلاجتنا وين احتاج الى ماي احتاج الى ماي جح احني هيني الماي هيني الماي لا تقول لي فيه صراصير بعد تكفل لا تقول لي فيه صراصير والله ما ادري اللعبة اماليكو تلقى فيه ماي اه لنقى عنها اوه اوه اه 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 انت من اللي يطيرون ولا اللي ماي يطيرون ايه وشرب ماي بشرب ماي اوكي اي اي صرصور انا شكلي خربت اللعبة يا جماعة بش كاي سير صرصور دقيقة بشرب ماي صرصور الو يعني حمسوي ايه ايه رعب يعني مطور لعبتك اخترفت الو شكاي يصير يا عمي جمعان احط شان للأسف يا جماعة جلستنا الصرصور الضريف هذا تقريبا يمكن عشر دقائق بس لا هو قاع يروح ولا انا قاعد اروح اثنين قاع ينطالع بعض بالطريقة هذي دخلت تابعوا الناس اشوف منهم اللعب اللعبة كل اللعبة واللعبة تقريبا عودهم نفس المشكلة هذا الحبيب طالعهم هو طالعنا الحبيب سوى اي شيء تكفى خلنا نكمل اللعبة بليز بليز روح سوى اي شيء اي شيء يا عمي صرصور ما يسوي شيء يا جماعة اشتراك تابع المقاطع هذي سلام